المشاكل طبعا في العراق لا تقتصر على الإشارات المرورية في شوارع العراق فقط وإنما هناك ظاهرة جديدة هي ظاهرة انتشار الجاموس التي تحدثنا عنها قبل فترة في سمراء بسبب وافدين من مناطق أخرى والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين موجودة هذه الظاهرة كذلك في محافظة البصرة انتشار الجاموس قرب الجسر الإيطالي دون رقيب من الجهات المختصة ومحور حديث الإعلامي أحمد عبدالصمد في المقطع التالي تعالوا نتابعوا إياكم صباح الخير من أمام الجسر الإيطالي الجسر الجميل وسط البصرة وتحت الجسر الجاموس يسرح ويمرح إذن المشكلة ليس بالجسر المشكلة بالليقود البصرة هذه الجواميس تحت الجسر الإيطالي شو نسوي ما تقللي يعني البصرة بصرة الجواميس العاقل لكن هذا الجسر اللي مخربه الجواميس نحولنا من الهوش إلى الجواميس في مدينة البصرة وتطورت القضية إذا كان الهوش أو لبقار ممكن يعني الآن جواميس وبنص الشارع وهذا جاموس يعني هذا مجرد إذا ضربنا طفل بالقرن مالي يموت الطفل ويامن نحجوه صاحب الجاموس شو الجواميس موجودة يا أخوان الجواميس بالأهوار هو الجاموس ما يعرف يعيش إلا بالهور والله العظيم هذا الجاموس هذا الجاموس لو يحكي سيقول أنا مطلعني بالهور جايبيني هنانا بشارع التبريط ويسيارات شنو أس هاي السيارة على يسارع تضرب الجاموس على يسارع تضرب الجاموس الجاموس ما تضرب للمحظيني ولكم هذا الجاموس لو عدة لسانتش قلت لكم مكاني مهنى هذا بر مائي هذا شغلته ماي شغلته بالأهوار شغلته الحشيش مو شغلته بالشارع يا أخوان مو شغلته بنص المدينة فشلتوننا خزيتوننا والله ابتلينا والله العظيم بأيام صدام ما صارت أنت يعني ما عرف يالنا أحجوه محافظ أحجوه مدير بلدي